وصلنا آخر في أخر وقت إنت مين؟ إنت مين دلوقتي لما بيقول له أسامة إنت مين؟ مكتوب إيه اسمك في البطاقة؟ ساكم فين؟ أسرتك إيه؟ أكلتك إيه؟ إنت مين؟ هتقول إسمك إيه؟ أنا اسمي أسامة محمد محمد عرابي ومحمد عرابي الأخيرة دي الناس بتتكروا اسمه كده رباعي هو جدي اسمه محمد عرابي مع بعض أنا بي اسمه محمد وجدي اسمه أصولك بإيه؟ أنا نوبي من أسوان ده الأساس لكن أنا ما عشتش أنا تولدت هنا أنا وكل إخواتي هو والدي كنت أتطول كنت تولدت هناك كنت أتمنى كنا عايشين على النيل زي ما أمي كانت تتحكيلي لأننا مكاننا مكان السد والبحيرة ده قرى النوبة اللي كانت موجودة فوالدي كان مدرس رياضيات اللي هو الحساب والجبر وعند هذا الزمان يعني والدتي رب تمنزل عندي إخواتي مجدة دي الكبيرة طبيبة وميسة وراها برضو طبيبة وبعدين أمين طبعاً والقتي مسك الأكاديمية الآلي في الشيخ زايد ويشتغل كتير في النادي ثم أنا أنا خريت كله التجارة بس اشتغلت فترة بسيطة كل شغلي في الكرة لكن اشتغلت فترة صغيرة كده عرفنا على وصريتك الصغيرة وأخوي أحمد اللي هو الخامس مهندس صريتي بقى الصغيرة أنا متجوز من ريهام أيوة مراتي يعني هي رب تمنزل هي خليجة حو بس رب تمنزل ابني محمد في كله التهندسة في سنة تانية ما شاء الله ما شاء الله كبر يعني مرة فجأة كده لقيته كبر يعني ما فيش أسامة عرب صغير في الـ هو بلعب بسكت في نادي ودي دجلة عشان سكنين قدام نادي ودي دجلة بسكت؟ في السرك القومي يعني واحدة من الخروجات مع العيلة يعني كنا بس كلام ده قديم لإني بنتي هنا صغيرة وابن صغير وطبعا بس أنا حاس أن الأسد ده بلسك أنا بسك النمر ومرعوب ده نمر ولا أسد الأسد 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 الصغير فيه أسد يعني خضرة لا لا أسد بس طبعا أنا مرعوب بس عامل فيها جارئ قدام ولادي عشان يعرفوا أن أنا مرعب برضا طبعا دي كانت صورة في طبعا ده يوم كاتب كتابي ده حماية ده أرحمه اللي أرحم وده أخوي أحمد اللي وراء اللي هو المهندس ده طبعا الشيخ السيد طنطاوي شيخ الجامعة الأظهر الله أرحمه واحد من علماء الجامدين جدا هو اللي كتب كتابي ما شاء الله وده خالي الله أرحمه اللي وراء خالي صلاح وبعدين أنا ده يوم كاتب كتابي في الأظهر كلام ده مش أقول بقى من كم سنة لا لا أنا ما تنسف دي بنتي سوار دي سنة تلتع دادي سوار ها سوار سابت الطائرة بتلعب تنس أيها دي سوار ما بيش حد يلعب كرة لا هو محمد ده ابن محمد بس هو صغير كان معنا الفنان الكبير سوار محمد ينادي كنا في نادي الصيد بس برضو الصورة دي قديمة شوية ابني لعب في البدايات خالص كده بس هو بيحب الكرة لا بيحب الكرة كده يشاهدها يلعب كده مع أصحابه لكن هو بيلعب باسكت طيب انت هويتك اي غير الكرة أنا بحب جدا القراية أنا بحب أقرأ في السياسة بحب أقرأ في التاريخ بحب أقرأ في هويتكير غير القراية تاني طبعا عندي كتب رياضية كتير جدا عندي مكتبة رياضية غير القراية أنا بحب مشاهدة الأفلام الأجنبية بالذات الأكشن بس ما بحبش أفلام الرعب لكن الأكشن غير الخفيف اللي هي البوليسية جنسي بوند وبتاعه الحاجات دي آه حاجات دي زي كده بحب جدا أفلام العربية الكوميدية الأبيض ويسود بعشقها بتحب إيه من الأبيض ويسود يعني لو شفت فيلم كده قلت هو ده أنا ممكن أكون من ده أفتح أدور على ناجيب الرحاني آه على أسماعيل ياسين يعني أحب أفلام ناجيب الرحاني كلها إيه أفلام أسماعيل ياسين أنت بتحبها كله أسماعيل ياسين في الجيش أسماعيل ياسين في الجيش أسماعيل ياسين في الجيش طبعا ابن حميده اللي هو فيلم تاريخي بالنسبة للسينما المصرية أحب الأفلام الكوميدية بصفة عامة أحب الفرفاشة يعني آه أحب وطبعا أحيانا أحيانا أتفرج على الأفلام عادية اجتماعية أو مسلسلات بس قليل مسلسلات قليل لكن بحب أكتر الأفلام الكوميدية والتاريخية والتاريخية طيب اللي مثلا عن عمر المختار عن صلاح الدين عن كيلو باترا عن الحرب العالمية بحب الأفلام من أقام الهكسوس لا بحب الأفلام التاريخية جمال أكيد بتحب تسمع الأغاني القديمة مين مطربك المفضل الغريب بقى إن أنا زمان ما كانتش تستوعب الكلام يعني كنت أقول لهم اللي بيقول على أمو كلسوم دي وأنا صغير شوي إيه دا أو نجات أو كذا دلوقتي لما بسمع الأغاني دي بقيت أحب مين من مطربك المفضل أو الأغنية اللي بترجعك للزمن الجميل كتير يعني أمو كلسوم طبعا ليه أغاني حلوة كتير إيه الأغنية اللي بتسمعها من أمو كلسوم بترجعك للزمن الجميل حيارت قلبي معاك مثلا حيارت قلبي معاك أطلال طبعا نجات عيون القلب نجات برضو صوتها جميل فايز أحمد عبدالحليم فيروز فيروز بعشقة جدا برضو فيروز صوتها رائع وطبعا من الأجيال الجديدة بمتابع يعني بحب ناس كتير أحب محمد منير جدا أحب محمد فؤاد حيارتك بقى أه لا وهو لأ صوته جميل كمان طيب بتحب الأكل مش قوي يعني أنا مش أكين مش أكين أكلتك المفضلية بحب الحلويات أنا نمرة واحد عندي مش أكل والشرب الشاي بلبن الشاي بلبن دي طبيعة حتى في النبيين بصفة عامة عمدهم معادين كده مقدسين للشاي بلبن لما يصحصوا والمغربية كده كتلاقي في علاقة ده الإنجليز بقول الإنجليز كده تتجمع العلقة تتجمع ونشرب شاي بلبن ده أساس ده الأساسة طب أكلتك ايه المفضلة أنا بالنسبة للحاجات الخفيفة بحب الجبنة البيضة والجبنة لا ما تجابل الحاجات أولا كأكلتك أتاها تخل كله ونهار جبنة انت عايز بقى حاجات طييلة أنا بحب الملوخية أحب الرز أحب الكباب والكفتة بالذات الكفتة أحب الكفتة أحب الشاورمة حمام الحمام الحمام مش قوي يعني بقى باكله بس مش قوي يعني أنا مش بتحب تخش المطبخ؟ لا بسيط يعني بخش بس بسيط ما عامش عامل حاجة أكلان إيه اللي بتعمله الأكل اللي انت بتحب تعملها في المطبخ؟ لا ما بعرفش أطبخ أنا أتقولي أصلي بعمل بيط بالبصرمة أصبع أعمل بطاطس أصبع أعمل الكلم لا ما بعرفش أطبخ لكن أنا أجاهز لنفسي حاجات بسيطة بقى الفطار مثلا ممكن الحاجات الخفيفة بقى الشاي عمله عادي الناس اللي بتعملوا آه لكن أكل ما عارفش أعمل أكل انت متابع التواصل الاجتماعي؟ مواقع التواصل الاجتماعي؟ شوية فترة كنت مرتبط قوي بالفيسبوك بس دلوقتي لأ يعني بخش كده عشان بس يبقى عندي معلومات كده بعض الحاجات أخش فيها والواتساب اللي هو طبعا الناس اللي تخصيني بيتواصل معهم لكن مش من هوات إن أنا أنزل حاجات عن الانستجرام والحاجات دي ماشي طيب أنت كأسامة عربي بتفضل اللعب المهاري؟ ولا اللاعب اللي هو مجهود؟ ولا اللاعب التكتيكي اللي بينافذ الكلام؟ المدارة؟ هو اللاعب مفروض يبقى خلطة مندي أول حاجة كابتن بقف الدمش متواجد لا ما أنا كابتن بص أول حاجة اللاعب لازم يلعب عشان هو موهوب موهوب دي بقى فيها درجات مش شرط إن تاني حاجة إنه يكون تكتيكياً بيفهم وعنده وعي تكتيك وخططي وبينفذ البدني إذا هو ما عندوش بدني كويس مش هيعرف يعمل لها أنا واحد خططية كويس فهي مرتبطة اللاعب ده خلطة سلسلة كده مع بعض آه وكل واحد بقى ساعد بيبقى موهز هنا أكتر موهز هنا أكتر ولكن الكرة الحديثة كمان بالذات لو أنت مش خططياً كويس زادت أول موضوع ده يعني بقى يعني كل حركة في الملعب لها حساب يعني طيب فكر كلمة كيرمت آه طبعاً كيرمت طيب كان بمناسبة إيه أنا لما طلعت في الفريق الأول آه آه أنا مش فكر المناسبة بس أنت طلعتها علي كيرمت طبعاً عشان الناس برطة يبقى فاهمة عشان الموضوع ده كان قديم شوه كانت المابتشو اللي هي عرائس بتاع كان فيهم شخصية اللي هي الدفضع كان اسمه كيرمت آه فأنت بقى من ساعة ما طلعت أنا وأنت طلعت علي كيرمت ما عاربش ليه بس كيرمت بعدك تقول علي أسد آه نمر كيرمت حلقتنا خلصت آه وأنا معاك كنت مستمتع بحاجات كتيرة قاوية وأكيد السادة المشاهدين مشاهدي الشاشة قناتنا دلاله يكونوا مستمتعين هل أنت كنت متوقع أن أنا سألك أسئلة تانية وما سألتهاش وانت كنت عاود تتجاوض عليها لا تقريباً احنا تكلمنا في كل حاجة ومستمتع جداً معاك آه كابت المصطفى يعني أنا مش آه غريبة أنا في بيتي ومعاك أنت يعني آه أخويك كبير وعشرة عمر يعني ومالناس اللي تبنتني لما نسعت ما طلعت وكل الزملائنا اللي هما كانوا أكبر مني يعني زي سابة الله رحمه كابت الخطيب كابت المصطفى يونس وكابت المختار وغيرهم يعني وعامر وخالي الجدالة والمجموعة بيكون لها وشريف عبد المنعم يعني كل المجموعة آه لا ما فيش حاجة نحنا تقريباً نتكلمنا في كله ولكن آه هو الفكرة إن مدار سبعتاشر سنة فيها حاجات كتيرة جداً كتيرة بس طبعاً وقت الحلقة مش هيسمح إن احنا نحن يعني كل حاجة في حياتنا نقولها يعني لأنه لأنه مشوار طويل يعني لكن استمتعت بيك جداً طيب لو أنت هتبعد كده غنية لزوجتك اللي عاشت معاك سنين ربيت لك الولاد ووقفت معاك هتبعت لها غنية إيه أبعت لها إيه ده صعب أوه كب صعب إيه أقول لها مسأل واحد يقول لك صعب صعب في إيه تحربت يا مصر تحربت يا مصر أقول لك القلب الطيب تعالى محمد وقت القلب الطيب ربنا يخليها لك ويخليك ولادك ويخليك ليهم ويخليك無 وأحسن